من عوايدنا ناكلوا القطايف حلوين لكن هذه الوصفة ملحة خبزة القطايف بالحمرحة من اختراع للمالكة اربي يجعلها من اهل الجنة وتكون لها صداقة جارية في تنجرة نقل مراسن الجاج في الزيت وسمن نزيد عليهم صيلة مقطعة ملح في الفلكحل وعود قرفة كيدبال نحط الحميسة ونمرق بالماسخون نجزل العقدة ندبل بصيلة مقطعة في شوية عزبدة ملح في الفلكحل نضيف المعدنوس ونجعلهم يطيبون نفتح القطايف اللي مخدومين في الدار ندهنهم باسمن والزبدة وندهن المقيلة اللي نطيب فيها نحط طبقه مليحة على القطايف مكعبة تاع الزبدة الفرامج اللي متوفرين والعقدات على الحم المرحي نغطيب القطايف ونزير المليح نطيبهم على نار متوسطة نوقف عند راسها كي تبدأ تدورلي معندها تحمرت نقلب خبزتي ونكمل طيبها على الجهة الثانية نسقيها كي نكون رايحة ناكلها باش تجينيطرية وما تتعجن ليش من أشهر الأطباق اللي تقدروا تحضروها أهمة وشان ما عندي ما نقول معمر ويقترب البنة ننصحكم تجربوه وما تنسوش الدعاء لمولاتو أطور ترجمة نانسي قنقر سلام